وَلْتُدْخِلِ الْمُصْلِحَ فِي يَدِي وَفِي دَارِي وَثَمِّتَنْهُ بِالْهَادِ الْوَفِي أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد الله إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله أكبر أله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله شكراً لكم 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 ترجمة نانسي قنقر 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 سوف تكونت بنظرناً ما يلسطناً لكم بشث لا يزالErErErErErErErErErErErEdErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErErEr rill asks وحبه فقط فقط قد قلت بإطاؤه من الوقت وطلب الله عليه وحسب الله عليه وبده وفي ذلك من النهاية بعد ذلك فقط قد يكون قد تجربية فقط قد تجربية جميعهم حتى يتجربية جميعهم وهم يتجربة جميعهم كنت تعالى قال الله بأخلا يتجربة جميعهم هو شربيه ، و سيئے لغاية ، نعم أن تشغل إلى ما تشغل ، و كل الأغراض لي تدريت ممتعات الإسلامية ، لذلك أحد؟ الممتعات الإسلامية بإمكاننا نعم أن يكون ممتعات الإسلامية و سوف أجبر مني ، إنه يسكين في إمكانك حتى نعام رفيع وَحْفِرْ لِمَنْ أَمَرَهُمْ بِهِ جَمِيعًا وَلِجَمِيعِ مَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى بِنَائِهَا الَّذِي بِفَضْلِ كَعْتَلَا لِجَيْهُ بسُرِين بِيَالْنَكُتْ يَعْلَا تَبَلْ كِبَرْكِبْسُوِينْتُوهَا نِنِنِسَنْتُوهَا دِغَرَمْنِيبْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 لقد قتلت المساعدة. لكن المساعدة يعلمني من المساعدة. أكبر! الله! أكبر! أصدق الله وإلا الله أسهد أن لا إله إلا الله أسهد أن محمد رسول الله أسهد أن محمد رسول الله أسهد أن لا إله إلا الله أسهد أن لا إله إلا الله أسهد أن محمد رسول الله أسهد أن محمد رسول الله حيا لك سلام اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر لا إله 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 الحمد لله المنعم المنفرد بالإيجاد الممد لأهل الإيمان بإيمانهم أي إمداد وفرع منه نعم لا تنحصر ولا تدخل تحت أعداد غاية معصولاتها الفوس بالخلود في الجنان والنظر إلى وجه معبود العباد وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادات النادى سيدنا محمد الذي يسعد من لبى دعوته ويبور من خالفه عنادا وعلى آله وصحبه الموضهين للطريق لمن جاء بعده من أهل التوفيق أما بعد فيا عباد الله أجيبوا داعي الله النصيحة بالتوبة إلى الله توبة نصوحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يهب التوابين ويهب المتطهرين واصبروا على إقامة فرائده التي فرضها عليكم دعاكم بها إلى حضرته ليكرمكم واحذروا من تضييعها فإن في تضييعها تعرضا لهلاك مضيعها فمن قام بها على سنة رسوله الكريم أجاره من عذاب نار الجحيم وأحل له رضوانه في جنة النعيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ولا سيما هذه الصلوات التي تدعون لها فهبوها أكبر من أخواتها وأجلها لأن مقامها في العبادات مقام الرأس في أعضاء الذات ففرغوا لها القلوب مهل نظر الرب وتحرروا لها الثياب والأجساد تفوزوا بالقبول والقرب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر وفي الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين عمين الحمد لله المحمور في أرضه وسمائه المشكور فيهما بالجم من نعمائه وصلى وسلم على خير مبعوث لنشر الحق وطي الباطل سيدنا محمد وابل الخير الحاطل وعلى آله وصحبه الذين صيروا جيد الشرك شر عاطل الذين بذلوا للدين حقه بلا مطل ماطل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعلموا يا عباد الله أن خير ما اتخذتم وصلة لربكم ورضائه توهيده وإدامة شكره وثنائه وصيانة ودائعه وإقامة الشرائعه في أوقاتها المعلومات وهيئاتها المعهودات على وفق سنة شارعها المرضية في كل بكرة وكل عشية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإياكم ومبارسة الواهد القهار بالعسيان باقتحام مناهيه أو باستخفاف بأوامره في الأوام أو بمقابلة بعضكم بعضا بالظلم والطغيان يا أيها الذين آمنوا لا تتبهوا خطوات الشيطان ومن يتبه خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وفي الحديث لا يؤمن أهدكم حتى يهب لأخيه ما يهب لنفسه رواه البخاري ومسلم وفيما يتعلق بالمساجد يقول ربنا تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الثكاة ولم يخس إلا الله فعسى أولئك أن يكونون مهتدين ويقول أيضا وأن المساجد لله فلا تدوى مع الله أهدا وورد في الحديث القدسي عنه تعالى وهو الحميد الولي إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زواري فيها عمارها فطوبى لمن تطحر في بيته وزارني في بيتي وحق على المنزور أن يكرم زائرة رواه أبو نعيم عن أبي صعيد الخدري وفي الصحيحين من بنى لله مسجدا بنى الله له كحيئته في الجنة وفي رواية بنى الله له بيتا في الجنة وفقنا الله وإياكم لطاعته وأتمى تقصيرنا بعفوه وحلمه وبقبول حسن تقبل منا ومنكم بفضله وجوده وكرمه يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين ترجمة نانسي قنقر بسم الله 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبه لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث فيلميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين أملوا التوريت ثم لم يحملوها كمثل الهمير يحمل أسفارا بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتموا أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالضالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيمبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجوعة فاسعمل ذكر الله وذل البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلهون وإذا رأوا تجارة نوله ونفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوب عليهم ولا الضال هل تكى حديث العاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة نعصبة تصلى نارا حانية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من بريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نعيمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر السمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السمع الله أكبر السمع الله أكبر السلام عليكم السمع الله أكبر السمع الله أكبر السمع الله أكبر اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة